اشتركوا في القناة ومن الظلم انه بصراحة انك ما تعرفي جمال كوكبنا وجمال المجرات المحيطة لهيك قررنا اليوم نحكي عن الموضوع وعنا ضيف جداً مميز دكتور مشهور الوردات طبعاً هو أستاذ فيزياء فلكية بجامعة الشارقة صباح الخير صباح النور أهلا وسلم بداية يمكن أنا بدي أركز على الجانب الدراسي أو النظري من علم الفلك شو أهميته بالنسبة للطلاب وليش مهم إحنا كطلاب قبل مرحلة التخرج لازم نمر على مادة مثل مادة الأسترونومي أو علم الفلك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله شكراً على الاستضافة بداية مادة علم الفلك في الجامعات بشكل عام وعندنا في جامعة الشارقة بشكل خاص هي جزء من المتطلبات العامة المتطلبات الجامعة هذه المتطلبات هي لتوسيع القاعدة الثقافية لدى الخريج مثلاً حضرتك الآن تعملي في التلفزيون بدرست مادة فلك فأجأ اليوم تقابلي إنسان العلاقة والفلك ومن جامعة الشارقة اللي أنا خريجة منها فإذن عندك الخلفية أنا بحكي لطلابي دائماً سواء اللي بدرس قانون ممكن تشتغل بقانون الفضاء فلازم يكون عندك خلفية عن الفلك بتشتغل في أي مجال حتى في الطب راح تشتغل ممكن تشتغل في الأمور متعلقة برواد الفضاء طبياً لازم يكون عندك خلفية فإذن هذا المقصود من توسيع القاعدة الثقافية وبتالي هذه المادة ربما تدخل في عمل أي تخصص دكتور خلناً لما نطلع عن موضوع الدراسة شو هي أقسام العلوم الفلكية يعني مثلاً إحنا في لما ندرس مثلاً الإعلام في عدة أقسام كبيرة الإعلام البزنس نفس الشي العلوم الفلكية شو أقسامها هل ممكن نحنا نتخصص في قسم معين للعلوم الفلكية أثناء الدراسة نعم سؤال جميل أشكرك على السؤال لأنه هذا بصراحة الآن نحن في الإمارات مقبلون على بوابة جديدة التي هي التخصصية الدقيقة والعميقة في مجال الفلك والفضاء بعد الموافقة قبل أسبوع على فتح برنامج ماجستير في الفلك وعلوم الفضاء في جامعة الشارقة فإذن حصلنا على الاعتماد من الوزارة وإن شاء الله سيتم إطلاقه في أيلول من هذا العام وهذا البرنامج متخصص هو في الفلك وعلوم الفضاء لكن إذا دخلنا في العمق في المواضيع التي يعالجها بشكل عام لو حكينا فلك الآن سندخل في عندنا فلك اللي هو قياسات النجوم أبعاد النجوم الأشياء هذه في عندنا الفيزياء الفلكية تطبيق لقوانين الفيزياء على النجوم من درجات حرارتها من كثافتها من أحجامها أقطارها كل شيء متعلق ويربط الفيزياء مع الفلك من نشأة الكون من نشأة النجوم من تطورها نأتي إلى العنوان الثالث أو الدسبلين الثالث اللي هو علوم الفضاء علوم الفضاء متعلقة بارتياد الفضاء متعلقة برواد الفضاء بالصواريخ بالأقمار الصناعية بالاتصالات الفضائية عندنا الآن في أكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لدينا مثلا مختبر للأقمار الصناعية ومحطة استقبال الآن تم تركيبة مؤخرا عندنا تلسكوب راديوي وإضافة لتلسكوب بصري في محطة الذكاء الاصطناعي أو مختبر الذكاء الاصطناعي عندنا مختبر لتحليل نيازك ومختبر لرصد الشهب على مستوى كل الإمارات عندنا محطات أي شيء يدخل سماء الإمارات يتم رصده إذن التفرعات كثيرة للفلك والفضاء عندما يتقدم الواحد في المجال التخصص لابد أن يحدد في أي مجال يشترك يمكن هذا كان الجانب النظري والعلمي من الفلك لكن تعال نيجي للجانب الجمالي أنت كنت قادة عم تحكي لنا عن إظهار جمال السماء الإمارات أو سماء الليل وكيف ممكن أن نستمتع بهذه السماء وين الأماكن اللي ممكن نروح عليها ونحظى بسماء جميلة؟ أيوة هذا الشيء نحن نفتقده الآن كإنسان معاصر عايش بهالحضارة بهالأضوية الآن والموبايلات أخذت منها كثير من وقت الكهرباء أنا أذكر أنا طفل اللي كنت عايش في قرية وما كان فيها كهرباء فكنت أستمتع في السماء وما زلت الآن تجذبني السماء وتجد أنه في بعض الأماكن نذهب لها تستطيع أن ترى السماء على حقيقتها بكامل نجومها بعيداً عن ضوضاء المدينة أيوة لازم نطلع برى المدينة أصبح عندنا ما يسمى بتلوث الضوي في كل مدن العالم لا بد أنك تبعد تطلع من المدينة لكي تستطيع أن ترى السماء من داخل المدينة صعب يجب أن ترى نجم نجم ثلاثة كثير من الناس يقول أن هناك زخة ترى مثلاً في اليوم الفلاني يأتيك الثاني يوم يقول لك لم ترى الأشياء لم ترى أن ترى أن تقعد في بيتك في المدينة لازم ترى برى العين الإنسان عندها تكيف التكيف يحتاج إلى الأقل شيء ربع ساعة لا تستعمل أي موبايل ولا ضوء ولا أي شيء لما البوبو يفتح تلاحظوا مرات البوبو يفتح عندك لما البوبو يفتح على كامل ساعته بحيث أقدر أشوف السماء أقدر أشوف النجوم العدد الهائل جداً من النجوم أحياناً كثيراً كنت أوقف السيارة في مناطق الصحراء وأطفل إضوية السيارة وأطلع منها خمسة دقائق عشر دقائق تبدأ سماء بالظهور بجمالها طبعاً الإمارات موجود فيها مثل هذه الأجواء وأجواء ساحرة ولدينا مثلاً مجموعة الفلك بعض الصور هذه مأخوذة من مجموعة الإمارات للفلك مجرد أن نخرج إلى صحراء أي صحراء بجانب دبي أبوظبي بالفجيرع على أي منطقة معتمة سنستطيع أن نرى السماء على كامل جمالها دكتور كلمنا عن الأدوات المستخدمة في رؤية هذه الأشياء نحن دائماً نرى الأنواع التلسكوبات المختلفة من هي أو مع النوع المستخدم الفعلي لرؤية هذه الأشياء عن كثبت هنا دخلنا بما يسمى بالأستروفوتوغرافي وهو التصوير الفلكي الاستمتاع الأول يكون بالعين مجردي وهو الأفضل وهو الأجمل إنك تتفرج بس في السماء الآن إذا بدأ وثق هذا الشيء وأشوف ديبلي أشوف في عمق السماء مثلاً أشوف مجرة زي الصورة اللي شايفينها أو أشوف سديم هذا ما بقدر أشوفه بعينه مجرده لابد أن أضع كاميرا وأفتح الشتر اللي هو الغالق لفترة ثواني أو دقائق أحياناً وأحياناً ساعات حسب الجرم اللي ناوي أصوره الأجهزة تقسم إلى قسمين رئيسيين قسم نسميه الريفراكتر اللي هو العاكس عفواً الكاسر والريفلكتر اللي هو العاكس الكاسر يكون عدسات ويكون تلسكوب صغير هيك قطره تمام لكن أحياناً جودته عالي جداً هذا وهو مستخدم ويعطي مجال واسع إذا بدأ أصور شيء واسع أما إذا بدأ أصور أشياء دقيقة وصغيرة نروح للتلسكوبات العاكسة يكون قطرها أكبر نوعاً ما فذلك الأكبر بروح لك أضيق السماء والأصغر بروح أوسع هذه قاعدة لدينا هذان نوعان موجودان هنا في الشوبس نلاقيهم أونلاين ممكن الواحد يشتريهم لكن كبداية الأفضل الواحد يبدأ بالمنظار المزدوج اللي هو بناكل الدربيل نسميه هذا المنظار هو الأفضل للبدأ وهو رخيص ممكن تخليه في السيارة معك أول ما تشاهد فيه القمر ممكن تشاهد الشمس قبل غروب خمس دقائق حيث تكون إشعاعها خفت ممكن تنظر إذا في عليها بقعة الآن في عندنا بقعة شمسية واحدة عليها مع الفجر هذه الأيام نستطيع أن نرى مثلا المشتري وزحل والمريخ على استفاف استفاف جميل جدا عند الساعة 6 بسهولة ممكن تشوفهم هذه الأيام ورح يجيهم القمر بعد كم يوم يصطف معاهم أيضا رح يكون منظر جميل جدا خلال 4 و 5 أيام لازم نروح استحرع الحمد لله ونأخذ معانا المنظر ونعلم نستنى هاي اللحظات لكن دكتور فيه كتير أساطير تحكي عن النجوم أو المجموعات النجمية وشو هي هاي الأساطير من وين جاء أصل تسبية هاي المجموعات الشمس النجمية أيها حضرتك درستي فلك وأكيد عرفتي أنه في عندنا ما يسمى الأبراج وفي عندنا المجموعات النجمية الأبراج هي جزء من المجموعات النجمية تقع على مسار الشمس الظاهر يعني وين تمر الشمس فنقول مثلا فلان برج الدلو لأنه عندما أولد كانت الشمس في برج الدلو يعني برج الدلو خلفه تمام لا يرى في الليل يكون خلف الشمس باقي المجموعات النجمية وجميعها بما فيها الأبراج سميت حسب الأمم خلنا نحكي يعني كل أمة أعطت اسم على سبيل المثال نحن العرب سموها الجوزاء هذه مجموعة ترى الآن بس غيب الشمس ترى في السماء مجموعة الجوزاء الأوروبيين سموها الجبار أمريكا الجنوبية طبعا قديما كان زي شعوب الماية الموجودة قبل اكتشاف أمريكا سموها الصياد لنفس البر نفس المجموعة النجمية نعم إذا نظرنا إلى الشمال الدب الأكبر هذا اللي معروف الآن مجموعة الدب الأكبر لكن العرب ما كانوا يعرفوا الدب ما عمروا شافوا الدب ما رح يسموه دب فسموه بنات نعش عندهم أهل حروب أهل غزو فشافوا واحد ميت وبناته وشائلاته اللي هن السبعة بسموه بنات نعش السبعة يعني اختلاف هذه الأسماء يكمن في الثقافة الثقافات نعم فإذا هذه المسميات من ابتداء البشر وإحنا صغار كنا نطلع على الغيمة وكل واحد يعطيها شكل هذا يقول لك أنا شايف بيها إذا نجوعان يقول لك أنا شايف زي شعر البنات إذا نريد لعبه أنا شايفه زي سيارة فكل واحد شو الرغبة اللي موجودة عنده وبالتالي تسميات النجوم هي تسميات من تعالى البشر من ثقافات ثقافات تعتمد على ثقافة الأمم والشعوب قديما واستمرت وتناقلها طب والأستطير أيوة هذه الأسماء بنيت عليها أساطير فمثلا أحد الأساطير أو الحكايات تكلمنا عن بنات نعش فأقول لك بنات نعش بدوره حول الجدي النجم الجدي اللي يسمى في الإمارات الياه النجم الشمالي بدوره حوله طول العمر بدوره حوله فهما الأسطورة تقول أنه هم اعتقدوا هؤلاء البنات اعتقدنا أن الجدي هو من قتل أباهن فحاولين أن يصلين إليه وحقيقة من قتله هو سهيل هرب إلى الجنوب فسهيل ملطق بدمه لونه أحمر وسهيل كوجنة المحبي في اللوني وقلب المحبي في الخفقاني فهرب إلى الجنوب فإذا هذه الأسطورة تربط بنات نعش مع نجم القطب الشمالي مع سهيل وهناك أسطورة أخرى مرتبط أيضا بالأختين الشعريين الشعر الشامي والشعر اليماني ألمع نجم في السماء الآن بعد المغرب اللي هو الشعر في كبد السماء هو الشعر بعد الزهرة الزهرة عند المغرب زهرة كوكب طبعا كنجم ألمع الشعر هذه الشعر وتحتها شعر تحت سهيل وفوقها الشعر اليماني الشعر الشامي فثلاثة على خط واحد تقريبا فقالوا أن الشعرة هذه الشعرة العبور عبرت نهر المجرة وبقيت أختها تبكي عليها سميت الشعرة الغميصاء نعم طبعا نهر المجرة لا نستطيع أن نرى إذا طلعتها على الصحرة فعلا لازم تطلع لازم تروح أما أنت في المدينة لا سترى دون دكتور صحيح الحكايات والأخار الموجودة فيها إلا أن أتكلم عن الخطط في الإمارات الخطط الخمسينية وين تكمن العلاقة أين تطلأ الدولة في الخطط الخمسينية مع الفلك أنت قلت لنا في المركز تطلعات أخرى في عام 2030 تكلمني بس عن تطلعات 2030 والخطة الخمسينية نعم كما تعلمون أنه من أولويات الدولة الآن الأولويات السبع اللي هي الفضاء الفضاء الآن من الركاز والأولويات من ناحية دعم البحث العلمي دعم الشباب بهذا الاتجاه للوصول إلى هدف الهدف تحقق جزء منه بإرسال رائد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية الخطوة التالية هي إرسال مسبار الأمل تكلمنا عنه سابقا إلى المريخ وسيتم إطلاقه قريبا في شهر في جون في حزيران إن شاء الله تعالى الخطوات التالية التي هي 2030 الخطة الاستراتيجية إلى إيصال الإمارات إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الفلك والفضاء بشكل عام من ناحية الاتصالات الأقمار الصناعية ارتياد الفضاء تليسكوبات الفضاء إذن لدى وكالة الفضاء للإمارات ومركز محمد بن راشد وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك العديد من المشاريع والخطط لإيصال دولة الإمارات العربية إلى مصاف الدول المتقدمة في مجال الفضاء والفلك يمكن أنا عم يختر لي شيء معين ببالي هي أدت تكنولوجيا أو التطور ساهم بتطوير علم الفلك كل ما تطورنا أكثر كل ما صار علم الفلك أسهل وكل ما اكتشفنا أشياء أخرى حتى إذا بنا نحكي عن تطور علم الفلك من عصر ابن الهيثم هو المكتشف أو خلينا نقول العالم المسلم لعلم الفلك وبدأ بيكتشاف بعض الآلات اللي يحدد بدخلالها الزمن مثل المزولة والإسترلاب مع التكنولوجيا الأمور تبسطت وأصبحت فيه طرق أخرى لمعرفة الأزمنة والأوقات أو حتى التواريخ احكي بنا كيف ممكن التكنولوجيا تفيد علم الفلك في المستقبل خلني حكي للعكس كيف أفاد علم الفلك التكنولوجيا نحكي الآن موجود إنترنت والإتصالات أصلاً هذه صنعت صنعت الأمريكان والروس بداية لإنترنت والإتصالات للتواصل مع مركبات الفضاء يعني الموبايل متى وصل إليدينا؟ أنا أول موبايل اشتريته بعد الألفين فقبل ذلك بعشرين سنة كان موجود الإتصال وحتى أكثر من ذلك الإنترنت من الستينيات كفكرة موجودة وطبقت ضمن نطاق ضيق الاتصال اللاسلكي اللي هو الموبايلات موجودة بنهاية الستينيات بالسبعينيات على نطاق ضيق ضمن وكلات محددة وبعد ذلك انتشرت وأصبحت في أيدي الجميع إذا طبعاً الآن هذه استفادة التكنولوجيا من صنع التكنولوجيا الفلك وانتشرت الآن يستطيع الفلك أيضاً نستفيد بشكل عكسي من التكنولوجيا الآن في كثير من موبايلات لو مسكنا الموبايل في عندنا تطبيقات كثيرة نبدأ فيها تطبيقات متعلقة في أوقات الصلاة على سبيل المثال عندنا عشرات تطبيقات لتحديد أوقات الصلاة بعضها دقيقة وبعضها غير دقيقة بعتمد على وضع البرمجية طبعاً بعض الدقائق ينقص وهكذا فلابد من مراقبة هذا الأمر ونقوم بذلك في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك جانب آخر في التطبيقات أخرى ممكن نستعملها مثلاً سكاي ماب جوجل سكاي أشياء زيكة أنا ما بعرف شي بالسماء بنزل هذا التطبيق بحرك الموبايل بصير يقول لي آه هذه الزهرة هذا المشتري هذا القمر هذا أركوتورس هذا بولاريس هذا النجم فلاني هذا الفلاني فيه بتطبيق بسيط جداً هذا على مستوى هل نحكي إنسان البسيط العادي على مستوى المتخصصين بالأمس كنت أسمع لمقطع لشاب كويتي طور شريحة بحجم هي بحجم كريتكارد تضع في التلسكوب وتتحكم في التلسكوب إذن هذا من خلينا نحكي ابتداع عربي أبدع فيه هذا الشاب ووصلوا إلى مستوى عالمي الآن شركات تشريها منهم بتحكم في التلسكوب وأصبح جزء من التلسكوب إذن هنا تكنولوجيا يعني وظف تكنولوجيا في الفلك في خدمة الفلك والبرامج نحنا كعرب كنا الرواد في هذا المجال ومن بدايات الإسلام ومن بدايات العلماء المسلمين وحتى اهتمام الدول مؤخراً صحي بالنسبة لعلم الفلك وتذكر زمان كنا نروح على القبة السماوية ونشاهد المجرات والنجوم على شكل مبسط وكانت فعلاً تلاقي اهتمام منها دكتور ماشور شكراً كتير لإلك وفعلاً رجعتنا لأشياء ممكن إحنا تنسناها في ظل السرعة والتطور والتكنولوجيا شكراً لك لتواجدك في برنامج طباح الخير يا وطن رح نطلع بريكم بعدها رجال الله أعطيكم الصحة والعافية اشتركوا في القناة